اشتركوا في القناة فاش راح يصير عندك راح يصير عندك بروسس وقلنا البروسس هو بطيء ومن ينطيك طاقة ما ينطيك إياها هوايا ينطيك إياها قليلة مجرد على مودة تعيش للأسف ان حرق الدهون لتحويلها الى غلوكوز راح يخلف بعض الفضلات هاي الفضلات هي الثلاث اهم عناصر بيها المي راح ينطرد عن طريق المثانة كإدرار وثاني أكسيد الكاربون راح ينطرد عن طريق التنفس وبعض المعادن الأخرى القليلة مو مركزة لكن عندك مشكلة هي زيادة الأسيتون بالدم إحدى الفضلات ما التحول الخلايا الدهنية الى غلوكوز لتحرير الطاقة راح تصير الفضلات أسيتون الأسيتون يعرفوه النساء أكثر شيء اللي ينطفون بي أظافرهم هذه هي مادة كيمياوية لكن للأسف سامة يعني هذه من تزيد يزيد التركيز مالها على مدى أنه أنت فترة طويلة متأكل احنا قلنا هذا شيء يصير وراءة 16 ساعة إذا أنت صمت أو إذا أنت ما أكلت أو إذا أضربت على الطعام فوراءة 16 ساعة يصير هذا البروستس فيبدي يتكون شوية شوية الأسيتون الأسيتون هذا مشكلة مشكلته لأنه إذا صعدت تركيز مالته راح يسبب لك حالة إغمام يعني أنت ممكن يكون عندك أسيتون وتمشي وتروح وتبعد وكذا وإنت ما كاشفه زيان لكن هو شنو إذا صعدت النسبة مالته شو يبدي يسوي يبدي يسمم الجسم ويدخله في حالة غيبوبة وتسمى غيبوبة الأسيتون هذه الغيبوبة للأسف شوية معقدة إذا أنت وقعت بها هاي لازم تنقل للمستشفى ويعلقوا لك أول شي راح يخلو لك الإنسولين والغلوكوز على مودي يصير تفاعل ويرجعوك للحالة الطبيعية الحالة مالرجوعك للحالة الطبيعية من هاي الغيبوبة راح يطولها من ثلاثة إلى سبع تيام حسب الحالة وحسب إذا أنت مريض بالسكر أو الحالة أصبحت فيسيولوجية بسبب أنت مدى تأكل ومدى تشرب يعني مثلا تريد ضعف نفسك بالقوة أو أضربت عن الطعام زيان عيني فأنت انتبه على هاي الحالة لا توصل جسمك إلى هاي الحالة وحاول إذا ردت تحرق الدهون تحرقها بمدى بعيد يعني أنت التضعيف إذا تريد تنزل وزنك أنت من حقك تنزل كيلوين بالشهر مو أكثر وتخلي الاحتراق ما رد الدهون يصير بكمية معينة وشوية شوية يعني أنت اليوم إذا بديت في عملية تخفيف الوزن أنت رح تبدي فعليا تحرق الدهون وراء عشرين يوم من التزامك بالبرنامج مالتك اليوم يعني أنا هسا ردت أنزل كذا كيلو بديت شهر ونص قبل رمضان أكل بس وجبتين خفيفة مو قوية الصبح بثمانية والعصر وراء ما أرجع من الشغل بالسبعة المغرب يعني من إجا رمضان أنا مكمل من صار عندي حرق الدهون حرق الدهون وأنا مسيطر أنام زين أتغذى زين أرتاح ما أبذل جهود جدا عالي بحيث يصعد عندي حامض اللبنيك اللاكتك أسيد على مود أحافظ على التوازن بالجسم فقدرت أنزل يعني تقريبا بشهرين أربع كيلوات أنا هسا أحس نفسي كلش مرتاح بس طبقتها بعلمية وأني مناقص من عندي ولا ضايج ولا دايخ ولا متعصب بالعكس رجعت صرت أهدأ وهذا الشي يخليك تفكر أنه أنت تنزل كيلوين بالشهر مو أكثر حتى خلايا جسمك كلها تتكيف لها بصورة طبيعية وما يصير عندك ترخل بالجلد ولا يصير عندك تعب بالأعضاء ما الجسم الإنسان فأخوان انتبهوا إحنا هسا قلنا عندنا مشكلتين توصلك إلى حالة اللغماء هي مو مرضية لكن ممكن تأدي بيك إلى عدم الصحوة من الغيبوبة اللي هي فيسيولوجية غير مرضية قلنا انخفاض السكر وقلنا الأسيتون هسا شد الفرق بين ذني الاثنين أريد أشرحلك إياها كنهاية لهذا الفيديو أنت لما يصير عندك انخفاض السكر الله منطيك في النظام دفاعي محترم أول شي تقوم تعرك اثنين تصيبك حالة الجوع ثلاثة تبدي إيديك ترجف يصير عندك شوية غثيان انت هنا تقدر تعالجها بشوية حلاوة أو فت شي حلو أو عسل رأسا يرجع لك الطاقة بسرعة ترجع للحالة الطبيعية أما الحالة اللي تجيك من الأسيتون فهذه معاكسة 100% إلى انخفاض السكر العام أو الطبيعي وتجيك فقط يصير عندك تيبس تحس إيديك بدأت تنشف ماكو مي هذا هو أهم أعراض الأسيتون منين نلقى الأسيتون شون نعرفه نروح للمختبر ونقول لي يا بأري التحليل ما الإدرار البول الأرض أشوف به أسيتون هذا مهم جدا ينطيك نسبة الأسيتون وتعرف أنه أنت موجود نسبة أسيتون عندك بالدم اللي جاي تسبب لك أو ممكن تسبب لك مشكلة في المستقبل فهذا إحنا نتعلمنا شنون نفرق بين أعراض الإنخفاض بالسكر الفيسيولوجي وبين تطور الأسيتون بالجسم وارتفاع تركيزة بالجسم وذني كلهم يدخلن بالحالة الفيسيولوجية اللامرضية أما إذا نفسه مصاب السكر يصاب بهذه الحالات فهو نفس المبدأ لكن يبقى المصاب بالسكر البروستس اللي دي يصير بجسمه ما ديوصل الحالة في التمثيل الغذائي بصورة طبيعية أما إذا صار عندك وياه ارتفاع الدهون وارتفاع الضغط وانسداد الشرعين فحيمصيبة كبيرة أنا راح أكمل لكم بهذا الفيديو الثاني شنون تنسد الشرعين من خلال انخفاض السكر وشنون يصير عندك بعض المرات حالات إغماء هماتين كلها بسبب انخفاض السكر وشنون نقدر نتخلص منها تقبلوا تحياتي وفاق احترام وتقديري أخوكم عدنان السمرمد خبير علم الحركة الدولي حامل شاهدة الدكتوراه بعلوم الصحة PHD Health Sciences Atlantic International University اشتركوا في القناة